انا كده خلصت الشبايح بتاعتي عملت ثلاث صفوف من الشبايح طبعا انت ممكن تعمل لشبايح اللي انت عايزاها بدءا من واحد لحد العدد اللي انت محتاجه في الشبايح. انا استكفيت بصراحة بتلاتة لان مقاسهم مناسب. دلوقتي هنشوف ازاي هنعمل الاطار بتاعهم عشان يبقوا كأنهم قطعة واحدة. هنا شايفين الخمستاشر سلسلة اللي احنا كنا بنسيبهم في بداية كل شرق لهم. هنيجي على اول واحدة خالص كده شايفين ديت اول واحدة بالنسبة لي. لان اول واحدة واخر واحدة هيبقوا زي بعض واللي في الوسط هيبقوا زي بعض. يعني انا عندي شبيحة واحدة في الوسط انت لو عندك اكتر هتعرفي ازاي تكراري اللي في الوسط. هنبدأ كده في اول خمستاشر سلسلة هنسحب الخيط بالشكل ده من داخل الخمستاشر. وهيثبته بسلسلة. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة لان هشتجل بالعمود ابو لفتين. واخر تخرج البداية معي ولفتين على الابر وهبدأ اشتجل. عمدان بلفتين. واحد اتنين لفة على الابر. وبتخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. لفتين على الابر تشتجلي. بالشكل ده. كده بالابتفاع عندي اربع عمود بلفتين. انا هكملهم عشرين عمود بلفتين. خمسة ستة سبعة. وهيشتغل بالشكل ده من داخل السلسلة. وهاخد خط البداية معي عشان اسبتو. يبقى هكملهم عشرين عمود بلفتين ونرجع تاني. انا كده اشتغلت عشرين عمود بلفتين. بعد كده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشة بسلسلة. وهرفين? شايفين الصفين بتوع العمود دلت. هرفي قاعدة العمود من تحت كده. واعمل حشو. وبعدين اقارتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحداشة بسلسلة. وابروح فين? شايفة كده? اها. بداية نفس المكان اللي انا دخلت فيه هنا اها. القاعدة بتاعت العمودان هنا. صفين العمودان اه. القاعدة بتاعته هعمل حشو. وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحداشة بسلسلة. وهعمل ايه? ده الفرق بتاع الخمستاشة بسلسلة بس دي الشبيحة اللي هتبقى في الوسط. قلنا الاطراف زي بعض والوسط زي بعض. يبقى اللي في الوسط ده مهما تكون عدد الشبيح هتبقى خمستاشر عمود بلفتين. مش عشرين. يبقى على الزوايا بس. الزوايا بتاعت المفرش بس هي اللي هتبقى عشرين عمود. يبقى الاولى والاخيرة عشرين عمود. لكن الشبيح اللي في الوسط انا عاملة شبيحة واحدة. لكن انت لو عاملة اكتر من شبيحة في الوسط فانت هتعملي فيها خمستاشر عمود. هنشتغل خمستاشر عمود بلفتين. واحد. اتنين. تلاتة. وهنكملهم خمستاشر عمود بلفتين. ونبقى تاني. انا كده خلصت هنا خمستاشر عمود بلفتين. يبقى الزوايا اللي هنشتغل فيها بس عشرين عمود بلفتين. لكن الكل الشبيح بتاعت الوسط هنشتغل فيها خمستاشر عمود بلفتين. بعد كده بكرر تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. احداشر بسلسلة ارحفين هنا شايفين. بعد الشغل كده الصفين بتوع العمودين اللامدان اللي فوق بعض اهو. واخد حشو. ادخل كده. واخد حشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة. سبعة تمانية. تسعة عشرة احداشر. هفروض كل الفراجات ديت وابروح عندي العمود النحي التاني اهو. اول عمود في صف العمودين اللي كنا بنعمله اهو. واخد حشو. شايفين اهو. بعد كده. الخد ده القديم اللي احنا هننقصه في الاخر. بعد كده اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. رايحين فين? على الشبيحة بتاعت الزاوية لان ديت بتاعت الطرف والتانية بتاعت الطرف. انا عاملة تلات شبيح بس. لكن لو انت عاملة اكتر من شبيحة يبقى برضو هنشتجل خمستاشر عمود. يبقى الشبيح بتاعت الوسط كلها تبقى خمستاشر عمود بلفتين. الشبيحتين بس بتوع الزاوية هما دولة اللي هنشتجل فيهم عشرين عمود بلفتين. ناخد لفتين على الابا. ومن داخل الفرق بناخد عشرين عمود بلفتين. لفتين. العمود التاني. لفتين. العمود التالت. لفتين. العمود الرابع. هنشتجل بشكل ده لما يبقوا عشرين عمود بلفتين ونرجع تاني. انا كده اشتجلت عشرين عمود بلفتين. بعد كده المفروض هنضير الشغلة بقى ونشتجل في الجنب بتاع ايه بتاع مفروضش. بعد كده هنشتجل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. احداشر سلسلة هبقى فين? هفوز كل العمود اللي انا كنت بعملها ديت وفي اخير عمود هاخد حشو. اهو. وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. شايفين? اربع فراجات دولت هيجي في الزاوية بتاعت الفراج الاولاني كده. اهو هعد واحد اتنين وفي تالس سلسلة عشان اتأكد ان ديت الزاوية هعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. ما بين المربعات والمربعات في الزاوية ها. بعد كده كل شغلنا في الجنب هيبقى في الزاوية بتاعات. مرفاش واحد اتنين وروف تالت جبزة. بادخل كده وبعمل حشو. بعد كده بكرتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. ما بين المربعات ديت والمربعات ديت اها شايف انا هنا ما بين المربعات ديت والمربعات ديت اها فراجات في الزاوية بتاعت اول الفراج بادخل وبعمل ايه بعمل حشو. في السلسلة الرقم تلاتة. بالشكل ده. وهكرر كده لحد ما خلص ايه الجنب كله لحد ما اوصل لتحت الزاوية اللي تحت عشان نشوفها نشتجلها ازاي. انا كده اشتجلت زي ما انتم شايفين بطول المرفش من الجنب. احداشر بسلسلة. وعلى زاوية المربع لحد ما وصلت لاخر زاوية في المربع زي ما انتم شايفين كده. طيب هنعمل ايه? هتعمله اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة سلسلة بس. هنيجي هنا وهنعمل ايه? وهنعمل حشو. في بداية العمود هنا وهنعمل حشو. اها بقيت الفراج الصغير ده عن كل الفراجات. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر. وعلى اول فراج اللي هو ده الزاوية. قلنا دايما الزاوية هنشتغل فيها ايه? لفتين على الابرة. وبروح على الفراج وباخد ايه? عمود بلفتين. بخرج من حلقتين. فحلقتين. فحلقتين. بعد كده لفتين على الابرة. وبعمل تين عمود بلفتين. بخرج من حلقتين في حلقتين. فحلقتين. بقى عندي عمودين. بكملهم العشرين. لفتين على الابرة. بخرج من حلقتين. فحلقتين. فاخر حلقتين. هكملهم عشرين عمود بلفتين. وبعد كده هكرر زي اللي احنا عملنا فوق. اللي هو. احداشر سلسلة. وهاجي هنا. واعمل حشو. احداشر سلسلة. واروح على مدين ديت واعمل حشو. احداشر سلسلة. وفي الفراجات بتاعت الوسط. اللي هي الشباح بتاعت الوسط. الفراج ده هشتغل فيه خمستاشر عمود بلفتين. وهكرر تاني والزاوية التانية هتبقى فيها عشرين عمود بلفتين. وبعد كده هندخل على الجنب الطويل التاني. هنعمله ما بين كل واحدة واحدة احداشر سلسلة. بحيس ان احنا نرجع تاني في بداية الدور التاني. هنخلص بقى الدور ده ونرجع تاني في بداية الدور التاني. انا كده وصلت تاني لبداية الدور. خلاص عملت منزركة. في ابتفاع اول عمود. بعد كده هنبدأ الدور التاني. بقى بالشكل زي زي ما انتم شايفين كده. شايفين من الجناب عاملين زي. ترى الاحداشر بسلسلة ما بين الفرجات والفرجات اها. والناحية التانية زيها. طيب دلوقتي هنشوف هنبدأ الدور التاني ازاي. انا عندي هنا عشرين عمود بلفتين. هابتفع اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وده كأنهم اول العمود. لفتين على الابا. وتاني عمود هاخد فيه تاني عمود. لفتين على الابا والعمود التالت. بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. لفتين على الابا والعمود برقم اربعة. وهكملهم الى عشرين عمود فوق العشرين عمود ونرجع تاني. انا كده اشتغلت عشرين عمود بلفتين فوق العشرين عمود بلفتين. بما فيهم الابتفاع. بعد كده بشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة. سبعة تمانية. تسعة عشر. احداشة بسلزلة. هعمل ايه? الفراج ده انا هفوته. هبروح الفراج بتاع السلاسل التاني. هشتغل فيه احداشة بحشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشة. يبقى اشتغلنا ايه? احداشة بجبزة حشو. بعد كده بنقرب تاني. احداشة بسلسلة. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشة. هبروح على طول. هفوت الفراج ده. شايفيني الفراج ده هفوته. هبروح على طول على العمدان الخمستاشر. هاخد خمستاشر عمود بلفتين. فوق التاني. بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. ولفتين على الابر. باخد التالت. بخرج من حلقتين في حلقتين. هكملهم خمستاشر ونرجع تاني. انا كده اشتغلت خمستاشر عمود بلفتين فوق. الخمستاشر عمود بلفتين. زي ما انتفعنا الشباح بتاعة الوسط كلها تبقى خمستاشر عمود بلفتين. انا عاملة شبيحة واحدة. انت ممكن تعملي شبحتين او تلاتة زي ما انت تحبي. طيب بعد كده بروح فين? بعد كده بروح فين? بفوت الفراج ده. الجنب العمدان على طول. الفراج التاني بشتغل فيه احداشر الحشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. يبقى انا اشتغلت احداشر حشو زي ما عملت في الفراج اللي قبل الواحدة على طول زي ما انتم شايفين. بعد كده بشتغل تاني اللي احداشر بسلسلة. واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة. ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. احداشر. بروح الى فين? بفوت الفراج ده. بروح العمدان على طول اشتغل عشرين عمود بلفتين. باخد لفتين على الابر. بالشكل ده. وبروح الى اول عمود. باخد عمود بلفتين وابدأ العشرين بتوعي. اللي هو بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. لفتين على الابر. بروح العمود التاني. باخد عمود بلفتين. لفتين على الابر لعمود التالت بالشكل ده اهو بخرب من حلقتين فحلقتين فحلقتين لفتين على الابر لعمود الرابع بالشكل ده هخلص العشرين عمود بلفتين ونفجع تاني انا كده اشتغلت عشرين عمود بلفتين لان دي الزاوية التانية عشرين عمود بلفتين وعملت كمان احداشر سلسلة وهدير الشجل عشان اشتغل الجنب بتاع المفرش اللي هنشوف هنشتغله ازاي اول فراج هنفوته تاني فراج هناخد حشو وكم حشو هناخد احداشر وابزيت حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر يبقى انا اشتغلت في الفراج احداشر بربزة حشو بعد كده باشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر احداشر بسلسلة هروح فين هفوت فراج الفراج التين هشتغل فيه خمستاشر عمود بلفتين لفتين على الابرة ومن داخل الفراج هشتغل خمستاشر عمود بلفتين اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين العمود التاني العمود التالت وهكملهم خمستاشر عمود بلفتين انا كده اشتغلت خمستاشر عمود بلفتين زي شبايح الوسط بالزبط طيب بعد كده عملت احداشر بسلسلة وهفوت فراج والفراج اللي بعده هعمل ايه احداشر بحشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر احداشر بحشو كمزة حشو هبقى تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر بسلسلة وهفوت فراج والفراج اللي بعده هعمل خمستاشر عمود بلفتين يبقى تون ما احنا مشيين في الجنب بطول الجنب كده ما بعدها هنشتغل خمستاشر عمود باللفتين ومرة هنشتغل احداشر بربزت حشو. لحد ما نوصل للزاوية من تحت كده اللي هي اللي هي عشرين جبزة عمود بلفتين هنشتغل فوقيها عمود عشرين عمود بلفتين. والواسط 15 عمود بلفتين. والزاوية التانية 20 عمود بلفتين. ونرجع تاني نلف في الجانب التاني بالطول. مرة هنشتغل حشو مرة هنشتغل 15 عمود بلفتين. وهنخلص الدور كله ونرجع تاني عشان نشوف الدور التالت هنبدأ ازاي. انا كده خلصت الدور التاني. وقفلت منزلكة في اول عمود. بعد كده بابتفع. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. وده كأنه اول عمود. والعمود التاني. باخد عمود بلفتين. لفتين على الابرع. العمود التالت. بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. اشتغلت تلات عمودين جنب بعض. بعد كده باشتغل سلسلة. ولفتين على الابرع. والعمود الرابع. سلسلة. ولفتين على الابرع. والعمود الخامس. سلسلة. ولفتين على الابرع. والعمود السادس. وسلسلة. ولفتين على الابرع. والعمود السابع. وسلسلة. والعمود التامن. وهشتغل كده لحد قبل تلات عمدان في الاخر. يعني هسيب تلات عمدان ونبجع تاني. انا كده اشتغلت كل عمود ما بينه وسلسلة. لحد قبل النهاية بتلات عمدان وقفنا. هشتغل سلسلة. وبعد كده تلات لفتين على الابرع. والعمود الاول في التلاتة. لفتين على الابرع على طوب بدون سلاسل. العمود التاني. لفتين على الابرع والعمود التالت. يبقى كده اشتغلنا في الاول تلات عمدان بدون سلاسل. وفي الاخر تلات عمدان بدون سلاسل. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحداشر. احداشر سلسلة. وهروح تانية. التالتة. الربعة. الخمسة. الستة. السبعة. التمنة. التسعة. ومش هشتغل للاخير. يبقى بدلا ما كنا شغالين احداشر جبزة حشو اصبحوا تسعة جبزة حشو. وهنرجع تاني نقرر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحداشر. احداشر سلسلة هبقى فين? على الشبيحة اللي في الوسط اللي هي خمستاشة مع عمود لفتين. هاخد اول تلاتة عمدان جنب بعض بدون سلاسل. بالشكل ده. لفتين عالقبال عمود التالت. زي ما عملنا في الواحدة الاولى. تلات عندان بدون سلاسل بعد كده سلسلة. وعمود. سلسلة. وعمود. سلسلة. وعمود. هشتغل كده لحد قبل النهاية بتلات عمدان ونبجع تاني. انا كده اشتغلت ما بين كل عمود وعمود سلسلة. هيجي في قبل التلاتة. بتروا النهاية. سلسلة. لفتين على الاباء. العمود الاول. لفتين على الاباء العمود التاني. ما خدت السلسلة خلاص. عشان التلاتة هيبقوا على بعض كده نجيب سلاسة. زي ما بدأت الواحدة بالزبط اها. تلات سلاسل تلات عمدان بدون سلاسل وفي الاخر تلات عمدان بدون سلاسل. برضي كده. باشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. احداشر سلسلة هروح فين? على جبز الحشو. اول جبزة بفوتها. ادخل تاني جبزة على طول وباشتغل الحشوة. التانية. التالتة. ربعة. الخمسة. الستة. السبعة. التمنى. التسعة. والاخيرة مش هشتغلها. بعد كده باشتغل احداشر سلسلة واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. واخد لفتين على الابر وابروح على العمدان. اول تلات عمدان باخدهم بدون سلاسل. بعد كده ما بين كل عمود وعمود سلسلة لحد قبل النهاية بتلاتة. باخد التلات عمدان بدون سلاسل. وبنفس النمط ده هنمشي حتى في الجناب بتاعة المفرش. هنا الاحداشر ربزة حشو هنعملهم تسعة. وهنا الخمسة عمود اول تلاتة واخير بتلاتة هنعملهم بنفس الشكل من جيب سلاسل واللي في الوسط فيهم سلاسل. وهنفجع في نهاية الدور الثالث. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة